بمعدلات وعيدة وقدرات متنوعة تدخل مصر عصر التشييد والبناء للجمهورية الجديدة حيث تضع هذا القطاع الهام نصب أعينها نظراً للأهميات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار واستهدفت الحكومة ببرنامجها الجديد إجراءات ناجزة فيما يخص استخراج ترخيص البناء إلى جانب الانخراط في مشروعات تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع ببرامج الإسكان بالريف والحضر التشييد والبناء يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة باعتباره محركاً رئيسياً للنمو في مصر على المدى الطويل كما أنه يخلق فرصاً لقطاعات أخرى داعمة مثل النقل والخدمات المالية والمصرفية فضلاً عن دوره في توليد الدخل وتوفير فرص العمل ومن هذا المنطلق يستعد في برنامج الحكومة الجديدة استمرار تنفيذ منظومة التخطيط العمراني عبر تسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال إقامة منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات وفي أطار تعهد الدولة بتقديم سكن لكل مواطن ستواصل الجهات المعنية توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان تلبية للاحتياجات المختلفة خاصة في الريف والحضر الحكومة أيضاً تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة أن يصل نصيب القطاع الخاص لأكثر من 60% من الاقتصاد المصري وكمجال مستحدث تسعى الحكومة الجديدة إلى تحويل مصر إلى وجهة استثمارية للاستثمار العقاري الدولي وتعزيز تسويق العقارات المصرية إقليمياً ودولياً مستفيداً من انخفاض سعر العملة مراقبة الجودة من أهم محاور عمل الحكومة الجديدة في مجال التشهيد بتفعيل المنظومة الرقابية على المواصفات والمعايير خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وتتوقع مؤسسات دولية مثل فيتش أن تمتلك مصر بحلول عام 2029 أكبر قطاعاً للتشهيد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اشتركوا في القناة